بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازائيك يا سنسات تعملين ايه؟ يا ربو كلكم يكونوا بخير يا حبايب النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنشرح مع بعض لسن وان في يونت ايت الدرس الاول في الواحدة التامنة وقبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد ولو عايزين اي حاجة يا حبايب اكتبوا لي في كومنت وبرضو لو حابيين تضيفوا اصحابكم للقناة مفيش مشكلة ونبدأ على طول في الشرح والنقول بسم الله الرحمن الرحيم عنوان بقول ايه يعني في الحضانة هنتذكر مع بعض كل الحاجات اللي كنا بنعملها في الحضانة هنتكلم عن الحضانة وهنشوف كل الحاجات اللي كنا بنعملها في الحضانة وإحنا صغيرين هنتذكرها مع بعض عندي هنا فوكابيولاري بنقولها كده يا حبيبي فوكابيولاري يعني المفردات أو الكلمات اللي بتقبلنا في كل درس يبقى كلمة فوكابيولاري مجموعة المفردات أو الكلمات اللي بتقبلنا في كل درس أول كلمة عندي فوق حضرنا كيندر جارتن إحنا طبعا لما بنسأل لأطفال الصغيرين ونقول لهم أنت في سنة كام بيقولوا في كيجي وان كيجي تو لازم تبقى عارفين أن الكي اختصار لكلمة كيندر والجي اختصار لكلمة جارتن يبقى كيجي اختصار لكلمة كيندر جارتن الكي لكلمة كيندر والجي لكلمة جارتن أول كلمة عندي صبورة بورد ولازم طبعا تحفظوا كل كلمة بتمر عليكم نطق وسبرنج زي كده أول بورد بي او اي ار دي أنا كده قسمت الكلمة لمقطعين بي او اي ار دي أي كلمة عليكم تحفظوها بنفس الطريقة وصدقوني لو حفظنا الكلمة بنفس الطريقة وبتركيز بدننا هسابت في سهلنا على طول حرف لتر أي حرف من الحروف بقول عليه لتر 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 يعني حرف البي بقول عليه لتر حرف الدي بقول عليه لتر حرف الاف بقول عليه لتر أي حرف بقول عليه لتر واجب منزلي هوم ويرك هوم ويرك طبعا هنالأتش بتنطق هي بقول هوم ويرك واجب منزلي هوم ويرك كورسة شير السي اتش بنطقها تشي تشير يعني تهو شين تشير سي اتش اي اي ار كورسة شير تاني يا حبيبي حضانة كيندر جارتن صبورة بورد بورد صبورة بورد حرف لتر واجب منزلي هوم ويرك هوم ويرك كرسة شير شير يبقى كل الكلمة دي يا حبابي متعلقة بالحضانة تاني مجموعة عندي من الكلمات بعلمان adjectives يعني صفات يعني كل الكلمات اللي تحت كلمة adjectives عبارة عن صفات زي ايه؟ آسف sorry آسف سهل صعب 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 تاني آسف سهل صعب بعد كرسة عندي كلمات أخرى كلمات أخرى بوردس مقا هندرد هندرد مقا هندرد الـ H بتنطق هي H U N D وبعد كده أحمل رد R E D مقا هندرد هندرد كيف هاو كيف هاو كلمة استفهام بتسعر عن الحال ووسائل المواصلات كيف هاو لماذا واي واي من فضلك PLEASE 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 بعد كده عندي EXPRESSIONS PREPOSITIONS EXPRESSIONS AND PREPOSITIONS يعني تعبيرات وحروف جر على الصبورة ON THE BOARD ON THE BOARD دعني LET ME LET ME سهل لي EASY FOR EASY FOR أنا آسف I AM SORRY I AM SORRY يوزع PASS OUT PASS OUT حسنا THAT'S OK THAT'S OK هيا تقال التشجيع COME ON COME ON عمل جيد GOOD WORK GOOD WORK نظف الصبورة CLEAN THE BOARD CLEAN THE BOARD CLEAN THE BOARD وأنا كذلك SO DID I SO DID I وأنا كذلك SO DID I بعد كده عندي مجموعة من الROGULAR VERBES الأفعال الغير منتظمة طبعا يا حبايبي احنا لازم نحفظ كل الكلمات الأول وبعد كده كل الأفعال وبعد كده الجمل طبعا الجمل هي مجموعة الكلمات والأفعال بس بنزود حاجات زي مثلا PROPOSITIONS حروف جر زي مثلا PRONOUNS دمائر فاعل علشان نكون معنى الجملة علشان نزبط معنى الجملة فلازم نحفظ الكلمات والأفعال وبعد كده نحفظ الجمل احنا لو حفظنا الكلمات والأفعال بنلاقي الجمل سهلة جدا وممكن كمان نترجم الجملة انجليش من غير ما نحفظها من الكتاب يعني انا حفظ الكلمات اقرأ الجملة بالعربي على طول احاولها انجليش لو انا حفظ الكلمات كويس فلازم نحفظ الكلمات والأفعال وبعد كده الجمل نشوف الأفعال الغير منتزمة اول فعل عندي طبعا الأفعال الغير منتزمة هي Regular Verbes Regular Verbes اول فعل يكتب Right Root طبعا حرف W لما بيجي وراه حرف R يبقى حرف Silent يكتب ولا ينطق هنا بننطق من عند حرف R يعني هنا بدأت نطق الكلمة من عند R يكتب Right Root يعرف برضو هنا حرف K لما بيجي وراه حرف N يبقى حرف K Silent يكتب ولا ينطق ببدأ من عند N يعرف No New يعرف No New يأس او يستسلم Give up Give up Give up Give up يسمح او يدع Let 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 يعرض او يبين Show 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 يجلس Sit down Sit down Sit down Sit down يحصل على Get good Get good يفعل Do dead Do dead هيا Come on Came on Come on Came on نشوف الصفحة اللي بعد كده عندي مجموعة من الأفعال المنتظمة بقول عليها بالانجليش Regular verbis Regular verbis او الفعل يساعد هلب 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 يوزع Pass out Pass out Pass out Pass out Pass out ينظف Clean Cleaned ينظف Clean Cleaned بعد كده بقول لي ايه؟ بقول لي read and learn اقرأ وتعلم ده مجموعة الجمل اللي في الدرس لازم تكونوا حفظينها طبعا الجمل بتجي في الامتحان في شكل تشوز اخطر او طبعا ترتيب وممكن برضو في سؤال الديالوج لما نكتب الكلمة النقصة في سؤال الديالوج الاستماع فطبعا الجمل بتجي لي باكتر من شكل في الامتحان باكتر من سؤال واحنا قلنا الجمل عبارة عن مجموعة الكلمات والافعال اللي احنا بنحفظها في الدرس بس بنضيف عليها بعض الاضافات علشان نكون معنى مناسب للجملة ممكن نزود حرف جر نبدأ الجملة بضمير فاعل باسم وهكذا بس طبعا اللي بيحفظ الكلمات والجمل اللي بيحفظ الكلمات والافعال والجمل بيبقى بالنسبة له حالة لأسئلة كلها سهلة جدا اول جملة عندي من فضلك تقدمي للامام اكتبي حرف الدي على الصبورة لا اعرف كيف اكتبه دعيني اوضح لك كيف تكتبينه let me show you how let me show you how let me show you how هيا يا مونة لا تيقاسي come on come on يعني هيا تقال للتجيع علشان اشجع اي واحد ان هو يعمل حاجة خايف ان هو يعملها فانا هقوله ايه come on يعني انا كده بشجعه بسهل عليه المهمة بقوله come on come on مونة يعني هيا يا مونة don't give up لا تيقاسي don't give up لا تيقاسي عمل جاهد يا مونة good work من فضلك ساعديني في توزيع الواجب please help me pass out the homework please help me pass out the homework please help me pass out the homework حصلتوا علامة الدرجة النهائية i got a hundred i got a hundred بعد كده عندي tip script نص الاستماع نص الاستماع عبارة عن مجموعة الجمل اللي احنا لسه قيلنها نص الاستماع الدرس يعني طبعا بيجي في شكل dialogue او passage الدرس بتاع النهاردة في شكل dialogue حوار بين مين بين teacher ومونة يعني المدرسة ومونة وطبعا عندي في آخر الحوار هيشاركنا برضو في المحادثة girl و boy بنت و ولد نشوف ايه الحوار اللي دار بينهم هنا teacher المدرسة بتقولي لمونة مونة please come to the front مونة please come to the front يعني مونة من فضلك تقدمي للأمام يعني تعالي write the letter d on the board اكتب الحرف دي على الصبورة write the letter d on the board هنا القبلة بتقول لمونة مونة بتنالع عليها بتقولها يا مونة please come to the front يعني من فضلك تقدمي للأمام write the letter d on the board اكتب الحرف دي على الصبورة ردت مونة على القبلة وقالت لها ايه I don't know how I don't know how يعني لا اعرف كيف اكتبه انا مش عارفة مش عارفة حرفة d بين كتب ازاي ومونة قالت ايه تاني ايام سوري ميس دينا انا اسفة يا ميس دينا كي منها مش عارفة تكتب ايه الحرف دي على الصبورة بتقول لها ايه ايام سوري ميس دينا انا اسفة يا ميس دينا بتتأسف للميس يعني علشان هي مش عارفة تكتب الحرف دي على الصبورة فبعد كده القبلة قالت لها ايه that's okay حسنا لايه عليك let me show you how دعيني اوضح لك كيف تكتبه انا هقولك ازاي تكتب الحرف دي على الصبورة it's easy انه سهل هي كده بتسهل عليها ان هي تتعلم ازاي تكتب حرف دي that's okay حسنا لايه عليك let me show you how يعني اسمحيلي او دعيني اوضح لك كيف تكتبه يعني it's easy انه سهل بعد كده حاولت هنا ان هي تكتب الحرف دي برضو مايرفتش بتقول ايه no لا I can't لا استطيع it's too hard انه صعب جدا no لا I can't لا استطيع it's too hard يعني انه صعب جدا فتيتشار قالت له ايه الميس بتعيتها قالت له ايه come on هيا تقل التشجيع بتشجعها تاني يا حبابي تاني يا حبابي الميس قالت ايه come on مونة يعني هي تقل التشجيع بتشجعها تعالي يا مونة don't give up لا تيقاسي حاول مرة واثنين وثلاثة مفيش يأس don't give up لا تيقاسي مونة قالت hey I can't do it hey I can't do it يعني ايه يا فرحانة بتقول هي تقال عند الايه عند الفرح هي تقال عند الفرح والدهشة hey I can't do it انا استطيع ان ايه انا افعله او اكتبه يبقى هي كده كتبت حرف دي فتيتشار قالت لها ايه good work مونة عمل جايد يا مونة please sit down من فضلك إجليسي please sit down من فضلك إجليسي كيف كانك بعد كده تيتشار قالت ايه judy please help me pass out the homework بتقول لواحدة اسمها جودي جودي من فضلك ساعديني في توزيع الواجب المنزلي جودي من فضلك ساعديني في توزيع الواجب المنزلي وطلبت من حسن ايه حسن قالت يا حسن clean the board نظف السبورة please من فضلك clean the board please نظف السبورة من فضلك بعد كده هنا طبعا فيه ولد وبنت بيكلموا بعض فالبنت بتقول ايه what did you get what did you get يعني على ماذا حصلت او ماذا حصلت يعني حصلت على قد ايه في الدرجة فالولد رد على البنت boy رد على جيرل وقالها ايه i got a hundred i got a hundred انا حصلت على مائة في المائة فمونة ردت عليهم وقالت لهم ايه so did i yay فرحونا برضو بتقول yay so did i وانا كذلك برضو انا حصلت على مائة في المائة كده خلصنا المحاكسة نشوف الصفحة اللي بعد كده طبعا sorry اخر جملة مش باينة هنقولها تاني مونة قالت ايه yay so did i يعني وانا كذلك وانا كذلك حصلت على مائة في المائة نشوف الصفحة اللي بعد كده عندي الجرامر بيتكلم عن الامر المسبت والامر المنفي قلنا قبل كده الامر المسبت بيتكون من مصدر الفعل زائد باقي الجملة الامر المسبت يا حبيبي بيتكون من مصدر الفعل زائد باقي الجملة تاني الامر المسبت بيتكون من infinitive زائد باقي الجملة يعني ايه الكلام ده امر مسبت يعني انا بأمر الشخص اللي معايا انه هو يعمل فعل معين يعني هبدأ الجملة بفعل لازم الفعل ده يبقى في المصدر لازم الفعل يبقى في الانفناتب في المصدر بدون أي إضافات أمر مسبت يعني مصدر الفعل زائد باقي الجملة يبقى حبايبي أمر مسبت بيتقون من مصدر الفعل زائد باقي الجملة أمر مسبت بأمر الشخص أنه هو يعمل فعله معين لو طلب منه في الامتحان تختاره كلمة في أول الجملة والكلمة دي عبارة عن فير بفعل وجيب له أربع أفعال في الامتحان فعل في المصدر فعل بإضافة AD فعل بإضافة ING فعل بإضافة ES أختار الفعل اللي في المصدر اللي بدون أي إضافات هبدأ الجملة بفعل يبقى فعل في المصدر كده أمر إيه؟ أمر مسبت أكتب الحرف دي على الصبورة أنا كده بأمر الشخص المعي أنه هو يكتب الحرف على الصبورة يبقى كده الجملة بلقت بفعل في المصدر وبعد كده بقى الجملة الجملة الثانية يعني نظف الصبورة من فضلك هنا برضو دي جملة في الأمر المسبت لأنه بأمر الشخص أنه يعمل فعل معين لهو ينظف نظف يعني طبعا هنا الفعل جاه في المصدر وبعد كده باقي الجملة عند الأمر المنفي بيتكون من don't ومصدر الفعل وباقي الجملة نفس الكلام اللي كنا بنقوله هنا هنقوله هنا بس هنزود كلمة don't في الأول يعني أول حاجة don't وبعد كده مصدر الفعل وبعد كده باقي الجملة يبقى لو عايزة أحول الجملة من أمر مسبت لأمر منفي بيزود don't في الأول وبكتب جملة الأمر المسبت زي ما هي هنا don't give up يعني لا تايقس هنا برضو دي كده أمر منفي بدأت بدونت وبعد كده فعل في المصدر don't يعني لا كده بأمر الشخص المعين أنه ما يعملش فعل معين بنهي عن فعل معين عن عمل فعل معين يبقى هنا هيبدأ الأمر المنفي بدونت وبعد كده فعل في المصدر وبعد كده باقي الجملة لو ليها بقية الجملة الثانية بقول إيه don't make noise يعني إيه؟ يعني لا تعمل ضوضاء هنا برضو كده جملة في الأمر المنفي بدأت بدونت وبعد كده فعل في المصدر وبعد كده باقي الجملة عندي بعد كده كلمة to معناها جدا جدا لدرجة زائدة عن الحد تأتي قبل الصفات to زائد adjective to plus adjective يعني to يأتيب عليها إيه؟ adjective صفة ومعناها جدا جدا يعني لدرجة زائدة عن الحد يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما أقول كده السؤال صعب جدا جدا لدرجة أنني مش عارفة حلو غير very لو قلت very hard صعب جدا بس إيه؟ لو فكرت فيه كويس هحلو لكن لما قلت كده صعب جدا جدا مهما فكرت ومهما حاولت مش عارفة حلو يبقى to معناها جدا جدا لدرجة زائدة عن الحد هنا بقول the acquisition is too hard يعني السؤال صعب جدا جدا I can't answer it لا أستطيعا إيه؟ أنا أجب عليه مش عارفة أحلو الجملة الثانية is to hot يعني الشاي سخن جدا جدا I can't drink it لا أستطيعا إيه أشربه يعني الشاي سخن لدرجة أن أنا إيه مش قادر أشربه من شدة إيه؟ من شدة سخنة الشاي الجملة الثالثة the shared is too expensive the shared is too expensive يعني القميص غالي جدا I can't buy it لا أستطيعا إيه أن أشتريه the shared is too expensive يعني القميص غالي جدا جدا I can't buy it أنا لا أستطيعا إيه أشتريه لدرجة أنني مش قادر أشتريه الفلوس اللي معاية طبعا مش مكملة إن أنا أشتري لإيه؟ لا أميص ده يبقى كده كلمة to معناها جدا جدا بقول لي يستخدم التعبير السابق للتعبير عن شيء كثير بحيث يمكن تحمله يعني لو حاجة مثلا غالية جدا ما أدرش أشتريها لو شاي سخن جدا مش قادر أشربه لو سؤال صعب جدا مش قادر أحل معنا كده أن to تعبر عن عدم الكدرة والإستطاع to تعبر عن can't عدم الكدرة والإستطاع يبقى لو لاحظنا إن هنا الجمل ده كلها فيها to والجمل ده كلها فيها can't يعني في الامتحان لما يجب لي can't في جملة أختار to جاب لي to أختار can't to تعبر عن عدم الكدرة والإستطاع بعد كده بقول لموافقة المتحدث في الفعل في الماضي بنستخدم so did i لو الكلام اللي في الجملة يعبر عن زمن الماضي هقول so did i ليه قلت did علشان وينت مصرفة في زمن past simple الماضي البسيط وإحنا عارفين إن did كلمة خاصة بزمن الماضي البسيط هنا i got a hundred برضو جملة في زمن الماضي البسيط إحنا بنقول get got الماضي got برضو لو واحدة صاحبتي بتقول i got a hundred وأنا بتطفق معاها في كلامها أنا برضو جبت مئة في المية أو حصلت على مئة في المية هقول لها so did i so ثابتة معايا أنا بغير الفعل المساعد لو الجملة في زمن الماضي البسيط هقول did هقول did لو في زمن المضارع البسيط هقول do أو das حسب الفعل هنا قلنا did و هنا طبعا قلنا did علشان الفعل في زمن في زمن past simple الفعل المصرف في زمن الماضي البسيط وحدة صاحبتي بتقول أنا زهبت إلى السينما وأنا برضو زهبت إلى السينما هقول لها so did i وعند أنا كذلك وأنا كذلك زهبت للسينما i got a hundred أنا حصلت على ماء في الماء وأنا برضو حصلت على ماء في الماء هقول لصاحبتي so did i وأنا كذلك حصلت على ماء في الماء عندي بعد كده let تستخدم لعرض المساعدة let يأتي بعدها مفعول وبعد كده فعل في المصدر let me help you طبعا كده الجملة بلعت let وبعد كده ضمير مفعول me طبعا احنا عارفين ضمائر المفعول me وبعد كده help كده فعل في المصدر بدون أي إضافات تاني كده جملة بلعت let وبعد كده ضمير مفعول احنا عارفين any me من ضمائر المفعول وطبعا عندنا him من ضمائر المفعول عندنا hair من ضمائر المفعول عندنا زم من ضمائر المفعول لازم تبقى عارفين ايه هي ضمائر المفعول يبقى اول حاجة هنبدأ الجملة بلت وبعد كده ضمير مفعول وبعد كده فعل في المدذر يعني في الامتحان لما يقول لت نقط هل بيو اشوف لو في ضمير مفعول في الاختيارات طبعا هاختاره هو اكيد اللي هيجي في الاختيارات اربع كلمات منهم مثلا تلاتة ضمائر فاعل وكلمة ضمائر مفعول ممكن نجيب لي مثلا صفات ملكية مع ضمائر ملكية مع ضمير مفعول يبقى لازم اختار ضمير المفعول لازم افرق بين صفات الملكية ضمائر الملكية ضمائر المفعول هاختار ضمير المفعول طيب ممكن هو يختبرني بشكل تاني يقول لي ايه لت مي نقط ويجيب لي اربع فعال فعل مضاف له اي اس فعل مضاف له اي دي فعل مضاف له اي ني جي فعل في المزر اختار الفعل اللي في المزر احنا عارفين ان مع لت يقتل فالة في المصدر بدون اي اضافات يبقى اول حاجة هبدأ بلت وممكن يختبرني في لت يقوله نقط مي هل بيو اختار لت يبقى اول حاجة لت وبعد كده ضمير مفعول وبعد كده فالة في المصدر وبعد كده باقي الجملة لت مي هل بيو دعني اساعدة لت مي شو يو هاو يعني دعيني اوضح لك كيف وكده يا حبابي احنا انتهينا من شرح الدرس ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنحل فيه اسئلة الدرس الاول وقاسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته